بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم في هذا الفيديو القصير سوف نكمل التكاملات التريغرومتريك فانكشن وهنا نهل الكيس لما يكون ملتيبل اف سيك او ملتيبل اف تان هو حقيقة ثري كيس اولا لما يكون ايش خلينا نكتب اول شيء نكتب بالطريقة ديه عندنا تكامل سيك عندنا ثري كيس كيس الاول لما تكون باورا للسك زوجية والتالي التعامل سيكون مرة سهل اسحب تربيع منها ويبقى لما تسحب تربيع يبقى لك زوجي كما تقول تحولها للتان لما يكون التان فردية اسحب واحد من التان وبالتالي يقول تحولها للسك وأسحب واحد من السك وبالتالي حتصير عند الديكس هي سك تان هي مشتقة السك وأحول كل شيء بدلالة السك وأيضا لما تكون التان زوجية والسك فردية هنا لازم تحول كل شيء بدلالة السك وتستخدم قوانين ايش التكاملات السك إذن خليني أعطي مثال لكل حالة طبعا أيضا هناك الكوسك والكتب أيضا بنفس الطريقة فأنا أعطي مثال كده ومثال كده خليني أبدأ بمثال مثلا إيش سك تربيع تان تكعيب اكس لاحظ باورة السك زوجية وباورة التان فردية قدر أحلها بطريقتين هنا أقدر أحل بطريقتين فأنا حسحب ايش سك تربيع اكس تان تكعيب اكس وهنا ايش سك تربيع اكس الان هذا جاي من ايش ايش مشتقة ده هذا مشتقة ايش تان إذا أنا بحول كل شي بدلالة التان إذن هذا بحول دلالة التان احنا نعرف انه ايش واحد زايد تان تربيع يساوي ايش سك تربيع إذن هذا ما هو ليش واحد زايدا تان تربيع اكس طبعا وهنا تان تكعيب اكس وهنا هذا قدر أقول عنه دي تان لو أبغى لكنه تفاقش سيمتي منه كنتفضلون ايش اني سأحول يو فحأخذ اليو بايش بيتان اكس الديو يساوي كامل سك تربيع اكس ايش دي اكس وبالتالي تصبع عندي التكامل واحد زايدا نيو تربيع نيو تكعيب وهذا ما هو لايش ديو لما نضرب اش هيسير نيو كتكعيب نيو lasted 5 نيو هذا ما هو اللى واحد على اربعة نيو هذا ما هو لا واحد على اربعة نيو زايدا واحد على ستة طيب انا ممكن احلها كمان بطريقة اخرى اني اسحب اسحب واحد ابنة سيك اذا هذي هكتو اقول هنا سيك اس اربعة اكس تان تكعيب اكس دي اكس هسحب واحد واحد هذي هتسير سيك تكعيب اكس هذي هصير تان تربيع اكس وهنا سيك اكس سيك اكس تان اكس دي اكس هذا جايل من ايش هذي شقة السيك اذا نحول كل شيء بدلالة سيك اذا هصير سيك تكعيب اكس هذي هصير ايش وسيك تربيع اكس انقص واحد هذا اللي هو ايش التان تربيع وهذا ما هو ليش سيك اكس تان اكس دي اكس هنا اخذ اليو بي سيك الديو هتعطيني ايش سيك اكس تان اكس دي اكس هذي نصبح ذا يوتكعي يوتربيع ناقص واحد دي يو اللي هو ما هو ليوس خمسة ناقص يوتكعي دي يو وهذا هيعطيني واحد على ستة يو ستة واحد على اربعة يو اس اربعة زايد انسي وهذا واحد على ستة سيك والستة اكس ناقص واحد اربعة سيك اكس اوس اربعة زايد انسي طبعا حلين زي باعة يعني صح انها تجي مختلفة لكنهم اكوفلاند لباعة تقدر ارد ذا و ترجع كلها ايش لواحد فيهم هتقدر بالراحة سهلة حقيقتا لو خدت سيك اربعة هتبدأ تحصل عليها يعني سوي تطلع لك ايش الحسابات الباور سهل حقيقتا الان خلينا اعطي مثال اخر عليش على على الكت والتع خلينا اعطي هذا المثال مثلا ايش كت مثلا تكعيب اكس مثلا كوسك تكعيب اكس دي اكس انا اركز ان الكوسك باورها اد والكت باورها اد الكت زيت تام في الس اذا اذا اد اقدر اصحب منها واحد واحد هذن هاذا هيصير ايش كت تربيع اكس كوسك تربيع اكس وهذا ايش هيصير كوسك اكس كوت اكس دي اكس هذا مشتقة ايش لو حطيته نقص هيصير كوسك اذا برض كل شي باش بكوسك لانا عندي هاذا ش هيصير الكت عبارة عن واحد زيت كت تربيع ايشها بكوسك تربيع اذا هذا ما هو لاة كوسك تربيع اكس ناقص واحد وهنا كوسك تربيع اكس وهذا حت ناقص برة حت هنا إذى ناقص كوسك اكس كوت اكس إذن كل شيء بدأناها حت ناقص اليو هنا او ختا اليو يا والدي يساوي كوسك اكس الديو ما هي الاة ناقص كوسك اكس كوت اكس دي اكس لديه اذا لو شقدر لديه وهذا يصبح التبسط الدنيا لو شقدته مباشرة وبكاطرة وهذا ليس مؤقتاً من خاصة لديه اذا يزيد أستطيعون تكعيب X ناقص واحد على خمسة كوسك تكعيب آس خمسة كوسك ثبور خمسة X زايدا إيش زايدا إيش خلينا أعطي مثال آخر يكون إيش مثلا واحد منهم بس مثلا لو التان فردي لازم تستخدم فيها السك تسحب إيش وتستخدم فيها السك خلينا مثلا نعطيكم مثلا إيش تكامل طبعا لو كله لو جارك زي كده مثلا سك تكعيب X تان تربيع X DX هذه الحل فيها إنك تعرض كل شيء بدلالة إيش السك إذن هذا ما هو إيش سك تكعيب X وهذا عبارة عن إيش سك تربيع X ناقص واحد DX وهذا يعطيني سك كوس خمسة X ناقص سك تكعيب X DX الآن ابغالت تحسب كل واحد الحالم شوف حوالتو ذا إلى تام يسا تكامل كوس سك أس خمسة X DX أقدر أسويها إيش أسحبها سك أربعة إيكس وهنا سك X DX إنتيجريشن باي بارد حقيقة أفضل طريقة سأخذ إنتيجريشن باي بارد تكامل السك هو إيش إيش أخذ سك تربيعي إيش أن يكون التكامل تام إيش أن يطلع للتكامل بايش بتام إذن أخذ هذا بايش يو ساوي سك تكعيب X وهذا حصيرت دي في بايش سك تربيع X إيش دي اكس إذن يو دي يو إيش هيعطيني ثلاثة سك تربيع X مشتقة السك إيش هي سك تان إذن هذا التكريب وهنا إيش تان إكس DX هنا حيعطيني إيش تكامل تان إكس UVV إذن التكامل سك تكريب خمسة DX ويحي ساوي UVV إذن تان إكس سك تكريب X ناقص هادش هيعطيني الثلاثة برا سك تكريب X تان تربيع X DX هاد هيعطيني تان إكس سك قص ثلاثة X ناقص ثلاثة التان أقدر أكتوبها سك تربيع ناقص واحد هاد هيصير ناقص سك تكريب X وهنا سك تربيع ناقص إيش ناقص واحد DX هاد هيعطيني الآن تان X سك تكريب X ناقص ثلاثة سك قص خمسة شو سك قص خمسة اللي أنا كاملها DX وهذا هيعطيني زائدا ثلاثة سك تربيع X X DX أنا ممكن أود يدرق الطرف الثاني وحيصير عندي كامل ناقص ثلاثة حيصير ثلاثة واحد أربعة أربعة تكامل سك قص خمسة X DX يساب تان X سك تكريب X زائد ثلاثة سك تكريب لأنا هلنضرب سك تكريب X X DX نقص ثلاثة سك تكريب X ثلاثة على أربعة في تكامل سك تكريب X DX طبعا أنا أقدر أطرم مع ذا مش هترحم مع بعض ناقص ربع ونعرف تكامل السك سك تكريب سك تكريب سك تكريب X DX ما هو ليش نص سك X تان X زائد النص لن سك X زائد تان X زائد C الآن أنت عندك السك تكريب وعندك هنا تكامل إيش الخمسة حوض هنا وهنا حتحصل على إيش على الناتجة إذن الآن خلينا أعطي مثلا إيش مثال آخر مثلا إيش لو جالك مثلا إيش خلينا نقل ستة هنا ببعّن الجزء من على سك تنتظر هنا هذا سكوس 4x وهنا سكتربيع xdx الآن هحول هذا إلى إيش هكتبه ذا سكتربيع x تربيع سكتربيع xdx هذا ما هو إلا إيش واحد زايداً تان تربيع x تربيع وهذا سكتربيع xdx هذا ما هو إلا d2 طبعاً اللي يستقلم اليوم أنا أفضل حاصة تكتب ال d إذن هذا لما أنا فكه شيء يعطيني إلا أول في الثاني في الثاني في الثاني تان تربيع x زايداً تانوس 4x وهنا d2 هذا ما هو إلا إيش d2x إذا بتسويها u حيصير 1 2u تربيع u4 وهذا du لكن أقدر أكامل مباشرة أكامل أي ثابتة حطلو 2 إذن هذا يعطيني إيش 2x 2 على 3 تان تكعيب x زايداً 1 على 5 2 2 5x هلاص ما يحتاج هلو زايداً إيش زايداً سي خليني أعطي مثال آخر مثلاً إيش كذا تقريباً على كل الليش البورة في تقريباً باقي مثلاً إيش إنه لو يجيك مثلاً إيش تقريباً تقريباً غطيناها كلها تقريباً تقريباً تقريباً